وآئمة الجرح والتعديل مختلفون فيما بينهم درجة فمنهم متشددون ومنهم المتوسطون ومنهم المتساهلون فعمل متوسط فيأخذ قوله وعمل متشدد فينظر في قوله لأنه يتشدد في التجريح فينظر هل وافقه الآخرون أم لا فإن وافقوا في التضعيف فلا يأخذ ذاك الراوي وإن وثقه أحد فلا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا معنا لا يكفي فيه قول النمعين ضعيف ولم يبين سببه والبخالي وثقه ولكن مثل هذا الراوي يختلف العلماء في تصحيمه وتضعيفه وأما المتساهل كالتنمذي والحادي فلا يأخذ قولهم إلا بعد البحث وبعد قول لأئمة المتوسطين المعتمدين عليهم ويعد أحمد بن حمل والدار قطني وابن عدي من المتوسطين المعتدلين وإذا ما روى راوي وقال حدثني ثقة فهذا إمهام فهل يكفي هذا قالوا نعم إن كان القائل عالم مجتهدا مثل مالك والشافعي وأن يكون هذا الحكم اختصا بمن وافقه الراوي في مذهبه وقال الآخرون لا يكفي بل لابد أن يعرف الثقة لأنه يمكن أن يكون ثقة عنده لا عند غيره ومعرفة اسمه فقط لا تكفي وقد روى الحاكم وغيره أن أحمد بن حمل رأى ابن محين يكتب صحيفة معمر 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 عن أبان عن أبان عن أنس فكلما اطلع عليه إنسان كتمه فقال له أحمد تقول عن أبان عن أنس غيره من صحيفة معمر عن أبان عن أنس وكلما اطلع عليه إنسان كتمه فقال له أحمد تقول إن صحيفة معمر موضوعة وتنقلها فقال نعم أكتوى حتى لا يجيء أحد وبدأ يرويها عن معمر عن صابت عن أنس فأقول له كذبت إنها عن معمر عن أبان لا عن ثابت وأسباب الجرح والتعديل قد اشترطها بعض العلماء في كليهما واشترطها بعضهم في التعديل لا في الجرح وبعضهم اشترطوها بالتجريح لا في التعديل وهذا الثالث هو الراجح حتى يستطيع الناظر أن يفحص هذا السبب إن كان جرحا حقيقيا أم لا ومثال هذا إكرمة وهو مولى بن عباس وإسماعيل بن أبي إدريس وعاصر بن علي وعمر بن مرزو فإنهم قد جرحهم العلماء واحتج بهم البخاري وكذلك سويل بن سعيد احتج به مسلم وعند الرازي والغزالي وإمام الحرمي إن الجرح والتعديل إلى جاء من عالم متقن في الفن فلا حاجة إلى ميان الأسباب ولكن الأولى ما قال ابن حجر وهو ما ذكرنا أن الجرح لا مد وأن يكون مفسرا وإذا استمع الجرح والتعديل في الرابي فالتجريح مقدم إذا كان هو مفسرا والتعديل غير مفسرا وقيل ينظر إلى العدد ويترجح بالعلم وقيل إنه لا يترجيح في مثل هذا ثم قال النسائي لا يترك حديث أحد حتى يجمعوا على تركه وقد قال الذهبي كلام الأقران بعضهم في بعض لا يعبأ به لا سيما إذا لاح لك أنه لعداوة لمذهب لعداوة لمذهب أو لحسن لعداوة لمذهب أو لحسن وقد نقد العلماء بعض رواة البخاري وبعضهم نقدوا بعض رواة بسلم ولكن الحافظ أجاب عن رواة البخاري وقال لا يقبل الطعن فيهم إلا بقادح واضح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها البدعة والمخالفة والغلط وجهالة الحال والانقطاع في السنة وقد اشترط البخاري في صحيحه أن لا يخرج إلا لمن كان معروفا بالعداة وأما الغلط فإن كان قد أخرج له كشاهد ومتابع فعلم أنه المعتمد أصل الحديث خصوص هذه الطريقة وأن كان قد أخرج له أصلا فينظر فيه وبحمد الله لا يوجد في الصحيح مثل هذا نعم إنه يروي في المتابعات والشواهد عن الغلط وأما المخالفة فالإمام يذكر رأيه فيه بعد ذكر الروايات وأما دعوة الانقطاع فمدفوعة لأنه يشترط في العنعانة حتى اللقاء وأما البدعة فمكفرة ممفسقة كما ذكرنا من قبل والمكفرة لابد أن يكون مجمعا عليها كعقيدة وغضاءة الواقص يعتقدون حلول الأولوهية في علي رضي الله عنه ولا يوجد في الصحيح عنهم شيء وأما المفسقة فهم الذين عندهم تأويل فيما يقولون به تأويل فيما يقولون به فقد اختلفوا في قبول روايته فقال البعض إن وجد فيه شروط قبول الرواية يقبر مطلقا وقيل بل يرد مطلقا والأولى هو التفصيل أنه إذا كان داعيا لبدعته فيرد وقال الدعاء بن حبان الإجماع على هذا إلا ما يرونه لتأييد ما يقولون به من البدعة وأما نقض رجال مسلم فقال ابن الصلاح أن الراوي ضعيف عند غيره ثقة عنده أو إنه واقع في الشواهد والمتابعات أو إن الضعف طرأ عليه بعد ما أخذ عنه مسلم كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهن تذكر الحاكم أنه اختلط بعد الخمسين ومئتين وقد خلد مسلم من مصر قبل ذلك فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق اختلط آخرا أو إنه يعلم بالشخص الضعيف إيسناده فقط وإلا فالأصل قد نقله عن ثقة ولكنه نازل والأسباب التي توجب التجريح هي الأولى الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الثاني أن يعرف بالكذب في كلامه لا في الحديث الثالثة الفسط بالقول أو العمل الرابعة الجهالة عينا أو حالا أو أسماء الخامسة البدعة والسادسة هذه التعلقة بالعدالة وأما الضبط فأسباب التجريح فيه الأولى فحش الغلط الثانية فحش الغفلة الثالثة سوء الحب الرابعة الاختلاط الخامسة الوهم السادسة مخالفة الثقات في السند أو المد وأن أخرج الشيخان لبعض الممتدع في روايات لأنهم عندهم فقاة لا يتبعون بسم الله الرحمن الرحيم قد ذكرنا فيما قبله مسألة الجرح والتعديل فمنهم أئمة الجرح والتعديل وما هي أنوارهم فمنهم متشددون ومنهم المتوسطون ومنهم المتصاحلون فأما المتوسط فيأخذ قوله لأن خير الأمور أوساطها أما المتشدد فينظلوا في قوله لأنه يتشدد فالتدريح إنها التي لا تشددُ שהוא تعديل يتشدد فالتدريح فينظل هل وافقه الجرحaghiren أم لا فإن وافقوا في التزعيف فلا يُخَضوا ذاكى الربي وإن وثقوا أحد فلا يُقبل فيه الجرح إلا مفسران إنه وقال لا يُخَضوا بقوله وقال فلان لا يُخَضوا بقوله لماذا لا يُخَضوا بقوله لابد من التفسير لأن فلان قال وحديث فلان كُو مقول فإذا ما جرح هذا المتشد هذا الربي فلابد وأن يُفسر تجريحه يعني لا يخضر بالقول هذي ماذا؟ ولا يخضر بالروازي ماذا كانت فيه مفهوم؟ وإذا يقال عامة في الدراية إن الجرح المبهى ملايك بالله إن الجرح المبهى لا فهذا إذا ما كان للمتشده إذا ما كان للمتشده معناه لا يكفي فيه قول ابن معين زعيفه يعني الطالب ابن معين هو الناقض الصراب ابن معين رحمة الله عليه هو الناقض الصراب كما قال إمام مسلم رحمة الله عليه إني أروي في صحيحي هذا حديثاً صحيحاً من التبقى الأولى والتبقى الثانية أو ما اتفق عليه الأئمة الأربعة أتفق عليه الأئمة الأربعة والأئمة الأربعة في علم الحديث هو أحمد بن حمد ويحيى بن معين وعثمان بن بشير والصريب بن نصور وعثمان بن أبي شيرا وعثمان بن أبي شيراً وعثمان بن أبي شيراً هذا ما عند الإمام مسلم رحمة الله عليه هو يقول إني أروي أو أنقل أو أكتب في صحيحي هذا الحديث سححها التبقى الأولى على التبقى الثانية أو هؤلاء الأئمة الأربعة فإذا ما اتفق هؤلاء الأئمة الأربعة على صحته فإني أنقله في تبقى هذا ما فهم؟ ما ذلك؟ إنه صحيحاً متفقاً عليه إنه صحيحاً؟ متفقاً عليه فهؤلاء هم يقولون الذين يعطلون في غلم الحديث كثيرة سنفر الأئمة الأربعة الذي يعطل على الإمام مسلم في الشحة الحليث أنه صحيحاً متفقاً منهم قلل فهؤلاء هؤلاء هم أئمة الأربعة في دياب الحديث عند إمام مسلم عندما؟ عند إمام مسلم محمد الله بها سبحان الله لا يكفي قيل قول ابن معين زعيف ولم يبين سببه والبخاري وثقه يعني قال ابن معين في هذا مثال هذا مثال يعني قال ابن معين زعيف والبخاري وثقه كما على ذلك إن تجريح ابن معين هو متشدد في التجريح هو شيخ متشدد كثيراً فعلى كل هذا لو نقل على ابن معين أنه قال في رابن زعيف وثق البخاري فلا نسعه إلى زعف هذا الرابين إلا إذا كان مفسراً من يحمل معين إنه ضعيف لأن إلى خريف ولكن مثل هذا الرابين يختلف في العلماء وفي تسعيه وتزعيفه إلى العلماء أعراء فبعضهم يقولون حديثه صحيح وبعضهم يقولون حديثه ضعيفه وأما المتصاهد كان التمري والحاكم فلا يوخذ قولهم إلا بعد البحث إلا بعد البحث وبعد قول الأئمة المتوسطين المعتمدين عليهم يعني إذا ما قال لكم الحديث سنأخذ بقوة المتوسطين ويعد أحمد بن حمد والدار القطني وإبن علي من المتوسطين المعتدرين وإذا ما روا رابن وقال حدثني سقا فهذا إبهاما فهي يكفي هذا مفهوم؟ وكما قلت لك فيما قبل إن تابعياً لو قال حدثني يا جنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إبهاما ولكن قد قلنا فيما قبله إن الصحابة قلنا عدوه ليس لنا أن نعرف اسمه إنه كان صحابياً فهذا لا يقضح في الصلاة أو في سعة الحديث مفهوم؟ ولكن ما دون الصحابي حدثني سقا فهل يكفي هذا أم لا يكفيه؟ يعني هذا الحديث في درجة صحيح أو في درجة صحيح مفهوم؟ قالوا نعم إن كان القائل عالماً مجتهداً عالماً مجتهداً مثل مالك والشعفي إن كان هو الرامي عنه حدثني سقا فكان فقيها وكان محدثاً مالك كان يعرف فقيها وكان يعرف محدثاً والشعفي كان يعرف فقيها وكان يعرف محدثاً فإذا ما قال حدثني سقا فنأخذ بالقول وإن يكون هذا القهم مختصاً بمن وافقوا الرابي في مزحبه وقالوا آخرون لا يكفي هذا بل لابد أن يعرف السقا إن من هذا السقا؟ حدثني سقا ما هذا السقا؟ لأنه يمكن أن يكون سقا عنده لا عند الغير فإن في كتاب المخارب هناك سمان للرابي التقريباً هم سقا عند المخارب ولكن ليسوا كذلك عند الآخرين فإن كما قلت لك إن سحك الحديث وزعفه هذا مسألة التحقيق والاجتعال مسألة التحقيق والاجتعال قليل من الأحاديث ضعيف اتفقوا على ضعفه قليل من الأحاديث ضعيف اتفقوا على ضعفه وإذا ما قلنا حديث ضعيف عندما؟ عند فلان فلاك عند فلان؟ هو حديث صحيح لأن التحقيق وزعوب به إلى كذا والتحقيق وزعوب به إلى كذا فلأجزة نقول إن علم الحديث هو الشد الاحتياج ومالك إسمي فقط لا يكفي لابد أن نعرف أحوالكم لابد أن نعرف أحوالكم وقد قال الحاكم وغيره أن أخبر محمد رآي بن معين يكتب صحيحة معمر عن أبان وعن أنس لماذا اشترط يكون موافق الله في المذهب؟ وأن يكون هذا الحكم مختصا بمن وافقه الرابي في مذهبه ماذا ذلك؟ يعني إنه أخذ بهذا وهو مجتهد وهو محدث كذلك أفهم؟ والرابي موافق له في مذهبه إنه رواح حديثا هو مستنده رواح حديثا هو مستنده وهذا اجتهاده كذلك فكأن اجتهاده أيد هذه الرواية فكأن اجتهاده أيد هذه الرواية يعني المسألة الذي قالت في الرواية وهذا ليس فقط عند مالك والشعب يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه إذا كان هناك حديث زعيف ووافق بالقياس ووافق بالقياس فهو أحرى بالقبول فإنظام لا لكن لماذا لا ينظر إلى موافقة الراوي في نفس المذهب أنه قد يكون لقل تعصبا للمذهب لا 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 إن الراوي روا قبل مالك وقبل الشافي لأنهم يرون عنه فهمتهم لا إنهم أسسوا مسألة في مذهبهم وهذا الحديث كان يأتي عن راوي قبل ذلك لم يسكروا اسمه فهمتهم لا الآن فهمتهم وقال روا الحاكم وغيره أن أحمد بن محمد بآية بن معين يكتب الصحيفة معمر عن أبان عن أنس فكلما إترى عليه إنسان جاء إنسان فإنه يحيب بن معين كان يكتب فجاء شيخ محمد فعلمت فقال له أحمد تقول إن الصحيفة معمر موضوع إن الصحيفة معمر يعني لم يزعه معمر يمكن أن وضعه أحد في اسم الله إن صحيفة معمر موضوع وتنقلها فطال نعم أكتبها حتى لا يجي أحد وبدوا يرويها عن معمر عن سابط عن أنس فأقول له كذبتة إن عن معمر عن أبان لا عن سابط أفهم؟ فإن طالب الله خداع في السنة خداع في السنة يعني أخفضوا هذا الغرض لكي لا يغلط حذر الناس في هذه الروايات فإن طالب الله قد قلنا فيما قبل هل يجوز مطالعة الحديث الموضوع فقال بعض العلماء لا لماذا لا تطارع هذا وقال بعض الأخرون عليك أن تطارع لكي تعرف لأن لا يجي أحد ويربي هذا الموضوع ويسدل به كما ندرس كتاب الكفار ندرس كتاب الكفار وكتاب عاداتهم لماذا؟ أو أنتبنى هذه العقائل لا لكي نردها في العقائل وأصباب الجرح والتعديل قد اشترط بعض العلماء في كلامه واشترط بعضهم في التعديل في كلامه من؟ في التعديل وفي التجريح واسترط بعضهم في التعديل لا في الجرح وبعضهم استرطوها في التجريح لا في التعديل وهذا الصالح هو الرائل هذا هو المعفوظ به حتى يستطيع الناظر أن يفحص هذا السبب أو إن كان جرحاً حقيقةً أم لا ومثال هذا عكرم أو مولاي بن عباس وإسماعيل بن إدريس وعاسم بن علي وعمر بن مرذوب فإنهم قد جرحوا وإنهم العلماء وحتج بينهم البخاري فنظر إلى الأسباب لماذا جرحهم هؤلاء ثم نفتش عن هذا السبب أو كانت حقيقةً أم كانت مرميةً كانت حقيقةً أم كانت مرميةً وكذلك فإنهم سويد السعيد يحتج به مسلم فإذا ما احتج به مسلم وينقل حديثة صحيحة فإذا ما زعف وحدنا جرحه فنحن ننظر هل ذكر سبباً لتجريحه؟ فإذا ما ذكر سبباً فنحن نسلعنا النتيجة وعند الرزيم والغزلي وإمام الحرمين إمام الحرمين هو شعاب الدين شعاب الدين الصغروردي هناك باسم شعاب الدين إمامات أحدهما إمام في التصور وهو كذلك شعاب الدين الصغروردي وهذا أيضاً شعاب الدين الصغروردي ويلقى إمام الحرمين وكان فقيهاً شافعياً كان فقيهاً؟ شافعياً وكان كلامياً فلذا أفتع عليه العلماء أنه زندير فإنه اختفى صغروردي سين هارة وأوراد هاليا وكان يختلف بعض الكبتار من الأجل مشابعة الإسرين فإنه يدعون رؤيد الواحد ولكن الشيخ شعاب الدين الصغروردي لأنه كان صغروردي كان صغروردي ولكن كان مشهور بالسلوب وهذا مشهور بعلم الحديث وعلم الفقر وكذلك بعلم الخلاع مرهوم وله في علم الكلام نكاتر كان فوق طعم البرماء الآخرين فإنه مقارن أنه من ذلك وأفتعوا بقتله وأفتعوا بقتله وأفتعوا بقتله لأنه هناك صغرور كذا وكذا فإنه اختفى وما كان هناك اختفى رغم أنه يلقب إمام الحرمين إذا جاء من عواند الرزي أمام الحرمين والغزالي أن الجرح والتعديل لا جاء من عالم مطقن في الفن فلا حاجة لا بيان الأسباب لأن العالم المطقن قوله يعني هو صند قوله هو صند ولكن الأولاء ما قالوا ابن حجر وهو ما ذكرنا أن الجرح العبد الضوي يكون مفسرا يعني وجهه وصابه معلومة وهو مفسر كذلك وإذا التمع الجرح والتعديل في الرابي يعني قال بعض المطقنون عدوا وقال بعض الآخر لا يأخذ بالحديثة أو لا يأخذ برواية التجريح فإذا ما كان هناك اختلاف بين العلماء فالتجريح مقدم إذا كان هو مفسرا والتعديل غير مفسرا يعني إذا ما كان الجرح مفسرا زكرة أصبعه ومن عدله فلم يشكله وجهه وقيل ينظر إلى العدد فإن كان أكثر العلماء جرحوه فنحن نقول ضعيف وإن عدلوه إلى أكثر العدد فنحن نأخذ به فيرجح بالعدد أو لا يجب برين وقيل وقيل إنه لا تجيح بمسك هذا مفهوم؟ ثم قال النساء لا يترك حديث أحد حتى ينمع على تركه يعني إذا ما كانت ترك مجموع عليك فنترك حديثه وإنه ينمع فالعلماء تحقيق العلماء تحقيق هذا تحقيق يقول كان فيه كذا وكذا وذلك يقول لا لم يكن فيه كذا وكذا عندما لا وقد قال الزهبي كلام الأقرام بعضهم في بعض لا يعقوبه لا سيم إذا لاح لك إنه لعداوة لمذهب أو لحسد كلام الأقرام يعني علماء نفس الزمان إنما يتحصدون فيما بينهم هذا ضعف الإنسان هذا ضعف الإنسان ضعف الإنسان على إذذاء قرأ علامة عيني كمزرح ولا تقبل إشارة العالم على العالم لأنه مخص هذا مرحباً مرحباً نعم فكان أمريكا شيخ الإسلام حافر من ديميا رجل العزين عزين وهناك علامة تقيبين السابقي رجل عزين وكان من الأقرام وكان بينهم فسألك الأقرام لكن من هنا تأتينا الأخبار لم تكن من الأقرام يعني كل الأخبار من الأقرام يعني لا نعرف مثلاً لا لا إذا ما قلنا هذا فمعنا ذلك إذا ما قال قرين في قرينه وجرحه ولم يذكر سببه معفروم؟ فلا يقبل كلامه وقد نقض العلماء بعض رواة البخاري وبعض نقض بعض رواة مسلم ولكن الحافظ أجاب عن رواة البخاري وقال لا يقبل الطعن فيهم إلا بقالح واسح لأن أسباب الجرح مختلفة ومدارها البدع والمخالفة والغلاط وجهالة الحال والانتخاف السعادة فأنت فلا بد أن نسكر لأي سبب إنهم جرحوا هذا وقال استرخم بخاري في سفيه لا يغيج إلا لمن كان معروفا في العدالة وأما الغلاط فإن كان قد أخرج له كشاهد ومطابع مفهوم؟ إن الذي كان يغلط في روايته ولكنه روا عنه كمتابع مشاهد لحديث آخر كمتابع مشاهد فعلم أن من معتمد أصل الحديث خصوصا على هذه الطريقة وإن كان قد أخرج له أصلا فينظر فيه وبحمد الله إنه يربي في المطابعات والشرائد عن العدالة أعيما عن من يغلط فيه في روايته وأما المخالفة فالإمام يذكر رأيه فيه بعد ذكر الروايات وأما عدد الإنقطاع فمدفوع لأنه يشتد في العنعنة حتى اللقاء كما قلنا في ما قبره إن في الحديث المعنعن إذا ما لم يكن الرواي معروفا بالتدليز وإنه روا حديثا عن شيخه بكلمة عن فعن كلمة محتملة إنه سمع عنه أو إن هذا الحديث روية عنه وإنه أخذه مرحب روية عنه وإنه أخذه فهذا محتملا فإذا لم يكن معروفا بالتدليز فهل يوخذ بهذه الرواية فإمام مسلم رحمه الله عليه هو يقول المعاصرة تكفي لو كان في نفس العصد فمع نهارك أنه قد رواع عنه وسعي عنه رواع عنه فهذا يخبر على استماع هذا يخبر على استماع ولكن البخاري رحمه الله إنه اشترت لا بد من اللقاء مع ذاك الشيخ مرة أو مرتين مرة أو مرتين فلو لم يأخذ الحديث عنه أخذه عن شيخ عن هذا الشيخ ولكن إذا ما لديه فيمكن أنه قد حصل بالإجازة قد حصل بالإجازة وأما البدعة فمكفرة ومفسقة يعني البضعة نوعان كذكرنا فيما قبل هناك بضعة مكفرة وبرعة مفسقة كما ذكرنا من قبل والمكفرة لابد أن يكون مجمعا عليه مفهوم؟ كعقيدة غلاط الرعافيس يعتقدون حلول الألوهية فعاليا فمن اعتقد حلول الألوهية فعاليا فأنا رأي أنه كافر مفهوم؟ وهذه العقيدة قد أجمع على كفرها أجمعوا على كفرها أن هذا العقيدة هو عقيدة الكفر ولا يبدو في الصحيح عنه شيء وأما المفسقة فهم الذين عندهم تعبير فيما يقولون به كما قالوا كلاما في حسم المذربي قالوا يؤولون فيه فيما يقولون به فقد اختلفوا في قبول رواياته فقال البعض إن وجد فيه الشروط قبول الروايات يقبل مطلقاً وقيل بل يرد مطلقاً لأنه مبترد والأولاء هو التفسير أنه إن كان داعياً لبدعتي فيرده إن كان داعياً لبدعتي فيرد الوعيته وقد ادعى ابن حبان الإجماع على هذا القول الأخير إلا ما يرونوا لدأي ما يقولون به من البعض فمثلاً ولأجل ذلك قال العلماء إذا ما أروا الشيعة الروايات في فزائل أهل البيت فلا نعقض بإعقض عنه وإذا ما روا أهل السنة من نفس الزمان الفزائل الحديث في فضيلة أبي وكرم عمر وعرف منه إنه يقول متعصماً فلا نعقض بإعقض عنه أما نقض إجار مسلم فقال ابن الصلاح إن الرواي زعيف عند غيره سقة عنده يعني الرجال مسلم الذين قد جرهوا الذين قد جرهوا العلماء فقال ابن الصلاح إن الرواي زعيف عند غيره سقة عنده يعني يمكن أنه الرواي زعيف عند غيره ولكنه كان ثقة عند إمام مسلم أو إنه واقع في الشوائد والمتابعات يعني إنه رواه حديثه في الشوائد والمتابعات لا في الأصول أو إن الزعفة ترأى عليه بعد ما أخذ عن مسلم يعني إنه مسلم رواه عنه مفهوم؟ ثم صورة هذا الرواي زعيفاً لأنه اختلطها إنه الزعمر مفهوم؟ ماذا حدث له؟ الزعمر وبيفور الزعمر ديه لنذب يعني قد يغلط وقد عملت هناك مرض وقد يغلط وإيش؟ بفور الزعمر نمنشي ياسه نمنشي كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وحب مفهوم؟ يعني إن إمام مسلم عبد الله عليه أخذ عنه حينما لم يكن عليه من شيئاً فذكر الحاكم أنه اختلطه بعد الخمسين والمائتين الهجرية بعد الخمسين والمائتين الهجرية وقد خرج مسلمه من مصر قبل ذلك وإنه أخذ عنه في مصر فمع ذلك إنه أخذ عنه قبل الاختلال إنه أخذ عنه قبل الاختلال فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبد الرزاق اختلطا آخراً اختلطا آخراً أو إنه يعني بالشخص الزعيف إسناده فقط يعني بالشخص الزعيف إسناده فقط وإلا فالأصل قد نقلوا عن سقة ولكنه هذا يعني هذا الزعيف ولكن الحديث الأصل الصحيح الذي نقله في أوائل الذي نقله في أوائل فيه وسائد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة وسائد ولكن عن طريق هذا الزعيف خمسة وسائد فلعلو السند إنه كتابه وإلا فاصل الحديث كان نقله بالستة وسائد بالسحيح السند فإن كان لأ لأن علو السند لها قضيلة ومزيلة لا قضيلة ومزيلة ولأجل ذلك قد يستيز العلماء عن العلماء لم يعرفوا بالأحاديث كذلك لم تكن لهم شوعة ولكنهم أخذوه عن الشيخ القديمين فلعلو السند إنهم يقولون لوعي تستنع فإن كان لا فالشيخ الذي أخذوه عنه الحديث كان معروفاً فيه الحديث كان معروفاً ولكن سنده ليس بعالي مثل هذا الشيخ الذي ليس المعروفين كذلك فإن كان لا مثلاً يعني ليه هناك السند هو عالي جداً عالي جداً من بعض المشايخين رحمه الله فإذا لم تكن أعزب إلى أمريكستان إلى أي مدرسة فإنهم يقولون شيخ لو كجستن بذلك السند فأقول لهم لأن هذا أمر معروف عند العلماء هو أمر معروف عند العلماء طب عندما تجيزوا شخصاً في الحديث يعني لا تعطيه كل الأسانيين في ذلك الحديث ما خلاً؟ لا 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 إني إن هازة إجمالية إنه إجازة إجمالية يعني الأحادث التي ربيضها في كتاب jsem فى الكتاب وفى الكتاب 搞بان وفي كتاب كذا وكذا 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 فقد أخستها عن شيخي فلان عن فلان فلان في هذا السند أجست لك لكن مثلا دراس معك معنا قالوا الكتاب البخاري مطل في أكثر من أسناء فعندما تجيزه تجيزه بكل أساني نعم أجيزه بأسانيه البخاري أجيزه بأسانيه البخاري لكل حديث منك فعندما لا ولكن ليس فقط هذا أما أنا إلى البخاري فلنه سند مفهوم فنحن نقول له إنه قد أجرنا لي شيخ كذا وكذا وسنده يزفو كذا والشيخ كذا وكذا وسنده يزفو كذا والشيخ كذا وكذا وسنده وهذا السند هو السند العالي من أسنادي كله في أسنادي كله رغم أن شيخ لم يكن كثيرا المعرفة في علم الحديث ولكن سنده عالي ولكن سنده عالي فقد يقول البلمات يجزنا بسهد الشيخ فران المشهود في علم الحديث مفهوم؟ وقد يقول السند العالي لكل المزيئة لكل مزيئة وفزيئة والأسباب التي تجريح هي الكزب على الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنان أن يعرف بالكزب في كلامه لا في الحديث الثلاثة الفسك بالقور أو العمل الاربعة أن جهالته عينا أو حالا أو أسماء مفهوم؟ يعني لا يعرفه شخصيته أو لا يعرفه حاله أو لا يعرف اسمه الخمسة الخمسة البضعة ستة عدم المروء يعني هو رجل لا تدد فيه المروء ولا يبادي يفعله يقوله أشيء ولا يبادي طيب رقم أربعة الجهالة هل يدخل فيه الشخص الذي يقاه أنه مستور؟ نعم مستور الحال مستور الحال هذه تتعلك بالعلانة وأما الضقف فأسباب الترجيح فيه فحش الغلط فحش الغفل سوء الحفظ الاختلاف الوهم مخارقة السقاط في السنة أبو المدى هذه التفصيلات قد مرت فيها الحديث الزعيفة بأنواعها وقد أخرج الشيخان لبعض المبتدع العلويات لأنهم عندهم سقاط لا يقلبون لبعض المبتدع مثلا للقدرية والجبرية والمعتدلة والروافظة عن رماء البقاري والرماء المسلم محمد الله كل منهم يقولون وهو لا مثلا سيدي أبو عروبة لأن هذا الشيخ هو معتزلي مفروم اسمه كبير ولكن في العقاية كان عزيلي سعيد ابن عروبة قطال ابن دعامة هناك كثير الرماء البقاري في رواتي هناك ستة وعشرون ستة وعشرون رواح من هولها المبتدعة ولكن في علم الحديث كان مقدد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة